أظهر الدور الريادي لمملكة البحرين ومكانتها الحضارية والإنسانية التي تتميز بها على امتداد تاريخها العريق أظهر مساعيها الحثيثة في تعزيز التعايش ونشر السلام بين مختلف شعوب دول العالم فحققت المملكة بفضل الرؤية الثاقبة لجلالة الملك المفدى ومبادرته النيرة حققت إنجازات عظيمة في دعم ثقافة السلام والتعايش العالمي عبر منظومة مؤسسية دولية تحمل رسالة إنسانية لكافة شعوب العالم منذ قديم الزمان وإلى عصرنا الحاضر ورفت مملكة البحرين عبر تاريخها القديم والحديث بأنها أرض الحضارات ومملكة الإنسانية والتعايش والوئام والتسامح فدونت المملكة بأحرف من نور مساعيها الخيرة في إحلال السلام في ربوع العالم بأسره هذه الملامح التي سطرها ووثقها نهج جلالة الملك المفدى السديد وإيمان جلالته الراسخ بأهمية التسامح والتعايش والسلام بين المجتمعات والدول والشعوب بجانب مبادرات جلالته الحضارية نحو دعم ثقافة السلام والتعايش العالمي عبر منظومة مؤسسية دولية تحمل رسالة إنسانية لكافة شعوب العالم المساعي الحثيثة لجلالة الملك المفدى الساعية إلى تعزيز التعايش السلمي والحوار بين الأديان تمخض عنها العديد من المبادرات الداعمة لتعزيز السلام والتعايش بين الأمم والتي انبثقت من تاريخ مملكة البحرين الزاخر بالحرية الدينية والتسامح والتعايش والتي رسخها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين الذي كفل الحريات العقائدية ومن تلك المبادرات تأسيس مركز الملك حمد للتعايش السلمي وتدشين كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا الإيطالية العريقة وهما خطوتان مهمتان من أجل نشر ثقافة التسامح وتعزيز مبدأ التعايش والحوار والتي تعتبر ركيزة أساسية للمجتمعات لمحاربة كافة أنواع العنف والتطرف والحد من الحروب والصراعات في جميع بقاع العالم كما يأتي تدشين إعلان مملكة البحرين في قارة أمريكا الجنوبية انطلاقا من جمهورية البرازيل في نشر رؤية الحكيمة لجلالة الملك المفدة في ترسيخ قيم التعايش السلمي وإيصالها إلى العالمية انطلاقا من مملكة البحرين أرض السلام هذا بجانب استضافة المملكة للعديد من المؤتمرات للحوار بين الأديان حكمة جلالة الملك المفدة السديدة ورؤيته الثاقيبة غدت نبرازا لنهج رائد ومتطور في أحلال السلام ودعم الاستقرار ونشر التفاهم والتعايش العالمي وبما يضمن تحقيق النفع للدول والشعوب ليكون مفهوم التعايش والسلام سائدا في دول العالم بأسرها وليفضي إلى الاستقرار والتنمية والتطور المنشود لصالح الشعوب القائمة على التفاهم المشترك وإعلاء القيم الإنسانية النبيلة